السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة الجديدة هذا هو أول فيديو سوف نبدأ بشكل شكورة التي تأتي اقتصادية وزوينها وإن شاء الله تعجبكم ومرحبا بالناس الجدود والناس القدامة هم ألف مرحبا سوف نرى القناة أول مرة قبل أول فيديو أول فيديو في هذه القناة وهي سعيدة وبالنسبة للراشيب قدت لكم هذا الشيرة جدا فقط سوف نكمل المراحل الثانية إن شاء الله سوف نضعه لكم قريبا بإبن الله سوف نرى عند الوعد كما قلت لكم سوف نجد فيه من قبل أشكر أحد جوج أخوات اللي قالوا لي يدخلوا عندي الانستاقرام وقالوا لي جربنا الوصفة وصبح الله جوجهم جربوا لطاقة ديال شوكولة اللي فيقى شوكولة الناس اللي عجباتهم وقالوا لي جاءت غزاء وقالوا لي وقالوا لي في الانستاقرام اللي هي الانستاقرام سعيدة بيو بنسبة لانستاقرام سعيدة بيو نتمنى تصفتوا لي الوصفات اللي جربتوهم ديالي وحتى هذه الوصفة اللي هي قطو غلاسي وشوكولة قدس مننا إن شاء الله وقسمنا جربتوها سفتوها لطاقة نتشاركنا نتمنى تأنا يا القطو ديالكم علش الله ويالله بظهر نوجد الوصفة ديالتنا لاندي فيها 4 ديال البيضات عندي فيها 100 جرام ديال سكر سانيدا وعندي 100 جرام بين تقيق الفورس وبدرة الكاكاو يعني 80 جرام ديال الفورس اللي هو كاس عنبا معه مرش ووجوج معه كبار ديال الكاكاو بالنسبة لي ما عندوش الميزال هالعبار هو هادا كشل اجدرتو انا يفكاس ديال العنبا وعندي ملقة يعني 8 جرام ديال ساشي ديال فاني وعندي واحد شوية ديال هاد الميكسو اللي كان وريكم دائما اللي كان نقول لكم كان ديرو إلا ما كانش لميكسو كسكسي فيه بواحد نص حمارة غير واحد شوية لحقش الجينواز ديال الكاكاو كتكون ما تطلعش دغية مشيف حل الجينواز البيضاء موم هدو هما المقادر وانا غدي نبدأ معاكم دابا وفي طريقة ديال تحضير بالنسبة للجينواز كنديرها أعلى جوجة المراس يعني اللي ولا رانيسة وبسهاده بقنا نحضر في تانية في حل لولا في حل تانية فيها ربعة ديال البيضاء كناخد واحد إناء اللي كان مسحوب الخل كندير فيها ربعة ديال البيضاء ميس جرام ديال سكر سانيدا ساشي ديال فاني وزن ثمانية جرام كندير واحد دراس المعلقة ديال الميكسو محسي الحلويات اللي كيعطي الجينواز واحد لها شاشة غزالة وكينفخها شوية اللي ما متوفرش عندو هاد الميكسو كيدير أربعة جرام ديال خاميرات الحلويات يعني نص باكية كنطرب الخالد ديالي مزيان ديال البيض والسكر كنحيد الباتر كناخد يعني كنطربوه واحد خمسة دقيق وحلقك سيطلع مزيان مزيان كناخد ثمانين جرام ديال دقيق ديال فورس وعشرين جرام ديال مدرات الكاكاو كنغربلهم مزيان فوق من ديال الخالد ديالي باش ماي ضروري هاد العمليا نغربلوهم باش مايخليش لنا الكويراس ديال دقيق في الجينواز لحقاش كنكملو الخالد غرب سباتويل باش مايطحش لنا ديك البيض من بعد ما كن يتخلط لنا مزيان الخالد كناخد طاوة اللي فيها عشرين فيها ثلاثين سونتيم على ربعين كندير واحد شوية ديال الخالد ديال الجينواز باش نلصق دك ورقة الطبخ كنضيف دب الخالد فوق ورقة الطبخ كننرفع دائما الإناء الفوق مزيان عاد كننوضع الخالد ديالي كنسره بواحد سباتويل كنكون مسخنا الفرن من الفوق ومن التحت على درجة مئة وثمانين يعني مايكونش مايكونش الفرن سخون بزاف مايكونش بارد كننشعلوه قبل بواحد خمسة دقايق وكننخليه في حال غنطيبه غير الكاك هاد تقريبا الوقس ديال هاد اللي غاي تاخد لي فطياب عشرة دقايق مكامل عشرة دقايق تقريبا ندخل هادا بايا الفرن حتى الطيب وغادي ندوجو نوجدو الوصفة اللي هي ديال تلوز كراميليزي هادي ناخد مقلا هنشعل عليها البوطاء هادي نضيف ليها مئة قرام ديال سكر سانيدا وغننضيف ليها رابعة ديال اللوز اللي قليتوا قبل في الفران يعني ممكن تشريو دك المقلي وخافي الملحة كاتتمسحوه مزيان وكاتتخدموه بيه ماشي مشكيل كتوبتوا تتحضروه ريوسكم ورا تتقليو في في الفران كتشعلو لي الفران من السحس كتنقصو كتخليو كيتكلا مره مره انشو ما كتحرقو يعني كيف ما شفتو عندي هنا يا نص كيلو ديالشوكولا نوع جيد شوكولاتة سوداء هادي نوع جيد كيف ما شفتو هنا يا ناقص البوطاء هاد سكر سانيدا واللوز ما تجهدوش باش ما يتحرقش ليكم اللوز كي يخصو بشوية بشوية ومن بعد غادي نبدأ نحرك باش ذاك اللوز يتلبس ذاك الكغامل كيف ما شفتو هاو صافي راهو جد حاولوا ما تفوتوش لي هاد القياس هادا باش ما يتحرقش ليكم وميجيكمش مره يعني هادا هو القياس ديال الطهي ديالو غادي نخويف ورق الطبخ ونخليه جانبا حتى كي يبرد عد غادي نهرسو غادي ندوس دابا المرحلة ديال الكريمة خديس هنا يا نسيطرو ديال الكريمة مسوسة خاصة بالحلويات انا خديس مسوسة ممكن لكم تديروا الكريمة حلوة ولكن كتنقصو السكر في حويجة سخوري اللي غادي تديرو ضفتليها مع القاة صغيرة عامرة ديالنك هاد يلقاهوا وغادي دابا نخدمها نطلع الكريمة ديالتي ونحاول ما نطلع هاش بزاب ودائما البول يكون بارد قبل ما كنخدم فيه كنديرو في الفريقو شوية يبرد اولات كل الكريمة باردة مزيان بنسبة الكريمة هاي وجداس عندي ما غاديش نطلعها بزاف لحقاش يعني ما نطلعها شا سولي خاترة لا هدا هو القياس اللي غادي نخليه فيه الكريمة لحقاش الشوكولات غادي يجمعها لنا دابا غادي نحضر خليت الكريمة جانبا غادي نحضر أبا غايا بومب اللي غادي ندير فيها مية وعشرين جرام ديال سكر سانيدا وغادي نضيف ليه كاس عنبا ديال الماء اللي ما كيغطي ليه ديك سانيدا واخديت السافار دلبيض ثلاثة ديال سافار دلبيض هناخد هاد كاسره هنا غادي نشعل ليها البوطة كيف ما شفتوغ غادي غير تغليه في حال هكا يا يعني غير القياس اللي غادي تدوب ليه ديك ديك السكر اللي في الماء وكندير فيه صبعي في حالكا غير الجهد اللي ما منتحرقش باش ما يطيبش ليه ديك سافار طلبيض اللي غادي نكون كنت نطرب فيه ومن اللي غادي نبدأ نطرب غادي ناخد ديك الموسكار اللي تطيبز ما نخليه وش تيبرد وما نخليه وش طيبز كيف ما شفتوه كنديرو غير خويت وحنا كنتطربو اللي عندو عجانة من الاحسن اللي ما عندوش هي كسافي غير بالبطر هادا انا يا ممكن كس بغا نخدم بالتغموميكس ولكن بزاف اللي بناس كيبولو ليه اللي ما عندوش تغموميكس يعني داك شي لاش خدمت ليكم انا يا غير بالبطر ها عادي كيف ما شفتوها ودك سافارت البيض مع داك الموسكار كيف ولا كيخص يكون في حال هاكا يا واللي عندو العجانة نرى ممكن كيطلع ليه كسر من في حال هاكا يا ما ما يخافش خديت دا بقنا ديك نصصات روديا الكريمة اللي كتضفت لها النكهة عوزتها شوية دي النكهة بنسبة الابا غايا بومب ها هي الشوكولاتا هي دابت يعني كل شي واجد عندي دا بغادي نخلط كل شي مع بعضياتهم واحد الملاحظة عفاكم غادي نتسو مامليات بغاية وتخلطو الكريمة اتخلطو معها ابا غايا بومب هي الاولى عاد ضيفو الشوكولات حيث ابا غايا بومب كتكون شوية سخونة اللي سخون لول ابا غايا بومب او للشوكولات من الاحسد نضيفو ابا غايا بومب هي اللولى حسد تخلط مزيان عاد ضيفو شوكولات دي لكم اللي هي دايبة باش عشقت لكم في حال هكا باش الشوكولات مايسكورش لكم مع الكريمة من بعد ما نخلط جمع الخالة ديالي كامل غادي ندوز نهرس هاد اللوزكا غاميليزي من بعد ما برد ليه ممكن تديرو شي بلاسيكا وشي زيف وديرو غير دققة ديال المهراز او غير باش كنطلقوه المدلك باش كنطلقوه الحلوة دا با غادي ندوز للمرحالة ديال القرماشة اللي غادي درت فيها 80 قرام ديال الفويتين 10 دراهم هادي تاع الفويتين 10 دراهم ممليع برسا لقيت فيها 80 قرام ومية قرام ديال شوكولات سوداء نوع جيد هنخلطهم مع بعضياتهم وبالنسبة اللوز را ما كنديروش ديك رابعة كاملة في الحلوة ممكن تاخدوا منها شوية وتضيفوها وتطحنوها في حل ترجعوها بخاليني وتضيفوها مع القرماشة خديت هنا يا كاس كبير ديال سكرساني ديال الماء كاسونس عنبا ديال الماء ضفتليه سقريبان كاس اللاروب ديال سكرساني دا وصاشي فاني طيبتهم فوق البوطح تدابو وخليتهم تبردو هو باش كنطقي الجنواز ديالي يعني وخا كتشوفو كين المراحيل كتيرة في هاد القاطو راها ساهلة يعني كتبجدو كل حاجة وكتخليوها تبجدو هادي وكتخليوها من بعد كتشدو كل شي وكتجمعوه يعني كيخ صغير شوية الوقت وشوية الخاطر انا مني ما كنكونش كنصورها مقوس ما كنديرها ساعة ديال المقانة كنحضرها والله العظيم من بعد ما سقيت دابا الجنواز تقريبا ماشي النص قل من نص ديال دك سقوة درس هاد الفويتين اللي درس معاه شوكو كوفيرتور كيف ما قلت لكم يمكن لكم تطحنو شوية اللوز على شكل بخاليني وتخلطوه معاهم ساهم باش كتعطي واحد اللي ادعو التانين شكل اخر كيف ما ممكن تكتافيو كيف درس انايا كنصرح هاد القرمشة مزيان وعاد غدي نضيف عليها دك اللوز كغاميليزي كنخليو شوية طريفات شوية صحاح باش الواحد مني كيكل حلوة كيحس بدك الكخوكم بديك القرمشة ديال الفويتين مع ديال اللوز واحد اللي دا رائعة دا بغدي نضيف اللوز كغاميليزي يعني على حساب قياس ديال اللي بغيتو ممكن تكتافيو غير بميات قرم ديال اللوز تكتافيو بيها انا اياما حضرتها للعيد ميلاد ديال بنتي تسليت فيهم كنحاول كنبرك عليها شوية كيبيد ديال باش يلسق لي ديال اللوز مع الفويتين والشوكولات دبع غدي نضيف من فوق من هاد شي غدي نضيف دك نصف الكيمية ديال ديال الكريمة اللي خلطتها مع هاد شوكولات و و و بالنسبة اللي غدي ديرها اول مرة يدير غير نصف الكيمية ديال يعني هدي حلوات سبارك الله را كبيرة را كنحضروها في عيد ميلاد ديال الوليدات كيكون يعني سبارك الله عامر بالناس يعني را ممكن نصف الكيمية ديال هاد الخلط غدي تديروه لوليداتكم في الدار و تجربوها يعني غير في النصف ديال الكمية كيف ما ممكن تجربوها حتى في الربع دبع غدي نحط الجينواز الثانية مبعد ما قدت الكريمة ديال اللولا غدي نحط الجينواز غدي نعود نسقيها حتى هي بشوية ديال السيروم السيرو اللي مصوبها بالماء وسكار وفاني ممكن اللي مبغاش يديال فاني يدير النكا ديال كافي او لنكا ديال كغامل ديك سعك يبقى على حسب ضوق كل واحد انا بقى سغادة غير مع الشوكولة وكافي وبنسبة السيرو الجينواز درس فيهم الفاني الفاني كيتواتها مع كل شي كنسقيها مزيان ما تخافوا يعني كسونس ديال المال اللي يدرس معدك سكر شاطلية منه غير واحد شوية بالنسبة اللي بغي يعرف القياس العبار ديال شحال ديال السقوة الزاتلية دبع غدي نضيف يعني ما غدي نزيد لقر ما شاله والو دبع غدي نضيف غير الكريمة بوحدها وغدي نسرحها مزيان فوق القاطو وغدي نحطها نكون خاوية لها واحد بلاصة في المجمد من الاحسن باش ما كان المجمد خاوي من الاحسن لما كانش عندكم المجمد خاوي كتطروا تغطيوها هو اللول بفيلم أليمونتر ومن بعد تكتشد فراسها شوية وكتجبدوها وكتعاودو تقدوها لحقاش ديك الفيلم أليمونتر غدي خسرها لكم أنا ياما كان ديش لها فيلم أليمونتر كان حطا غير فحالكا بالحق كي كل فريقو خاوي حتى كتشد فراسها عاد كان دير لها السولوفان اللي هو فيلم أليمونتر كيف ما شفتوك نبقى غادة معاها بشوية بشوية حتى كنقادة مزيان كيخص ما تكونش مدردبا ما تساشي حاجة من اللي سافيا غدي نكملها كيف قد لكم غنديرها في المجمد غدي نخليها حتى الغد ليه إن شاء الله من اللي غدي نديرها دي في المجمد بش تبقى حتى اللغد غدي ندوز نوجد القلاساج القلاساج من الأحسن تهوى كان وجدوه كان خليه تهوي بات حتى اللغد ليه هاد كان نسخنوه حديث هنا يا مية وخمسين جرام ديال كريمة مسوسة ضفت ليها مية وخمسين جرام ديال الماء ومية وخمسين جرام ديال سكر سانيدا وغدي نضيف واحد السسين جرام ديال بودرة الكاكاو اللي غدي نغرب لها عاد غدي نضيفها عندي هنا يا ربعة الوريقات ديال الجيلاتين غدي ندل الكريمة فوق البوطة غدي نخليها تسخن بالحق حسن نضيف لها حسن نضيف لها الكاكاو اللي غربلت باش ما يخليش ليدك الكويرات عاد غدي نددها فوق البوطة غدي ناخد الجيلاتين غدي نديرو في هاد الماء نخلي الجيلاتين يطلق ندل الكريمة فوق البوطة غير طلع الغلية طلع الغلية صافيت معها غدي نحي نطفع لها البوطة وغدي نضيف دك الجيلاتين اللي طلقت في الماء يعني ربعة ورقة ديال الجيلاتين صافي غدي نحرك ده بهاد الفوي وغدي نكون ممجده واحد اللوبول وصفايا باش نصفي هاد القلاساج ضروري تصفي هو خغر بلنا ذك الكاكاو يعني را ما غديش يتكور ولكن ضروري تصفي وعلى قبل الجيلاتين على قبل باش كل شي يكون هو هادا كده بغدي نغطيه بفيلم غدي نحطو عليه في حال هكايا صافي وهاني سالي تلقاطو ديالي غدي بقالية غير الغد ان شاء الله باش ندير الغلاساج الحلوة والتزين بالنسبة للغلاساج ربيتو غير في الكوزينة غير في المطبخ مع الحل بارد ماحتاج يسقاع نديرو في في التلاجة بالنسبة اليوم الغد خديت الغلاساج عود رجعتو كيف مشفتوها وكيفاش جامد كي صباح في حال هكا عود رجعتو الكسرونا غنشعل له البوطة غدي نعود نخليه يدوب ما كان حتاش ندير اللي حمام مريم كان ديرو ديركس فوق البوطة غير كان نكون ناقص البوطة ناقص عليه الماكسيموم حاولو تنقص البوطة باش ما ستحرقوش ده بغدي نوجد التزين خديت هنا يا الناباج انتو ماخدو نصف الكيمية سعى الناباج يعني انا غنكسب لكم المقادر بالضبصة حيث انا يصابس بيحويش خورين ذاك شي لاش درت هالكيمية كاملة غادي نضيف ليه ملوين ابيض هذا غير باش غادي نزوق الحلوة غادي ناخد هاد النباج غادي نديرو في حمام مائي ومن بعد غادي نضربته بلا جيغاف باش ما باش ما بقاش لي يديك الكويرات الغلاساج ها هو وجد انضيف ليه معلقة كبيرة ديال زيت نباسية على قبل دك لابغيانس باش سعطينا دك لابغيانس غادي نعود نصفيه وبالنسبة للغلاساج تكن خليوه تكي يبرد قعد كنخدمو به حاولوس خليوه يبرد مزيان غادي نجبد القاطو من الكونجيلاتور غادي كيف ما شفتوا انا را درت ليه فيلم آليمونتاغ من بعد ما تشد ليه فراسو شوية عدرت ليه فيلم آليمونتاغ باش ما يلسقش ليه مع الكريمة الكريمة ملي كتكون بقى ما جامداش كيخسرها اللي اغطيناها بشي حاجة كتخسر ناخد دبال موس وغادي نديره باش نفرق الحلوة على دك الساكل واللي عنده شاليمو يديره انا عندي شاليمو ما درتوش باش نبسط معكم يعني الشغل حس كيلا يقولك ما عندي شاليمو يعني ممكن ندير فيه تسخونة ممكن ندير فيه حلاكة يا موس غير واتسكيسو شوية باش ما تخسرش لكم الحلوة من الجناب كيف ما شفتو انا يارا شوية دارت ليه وكيلا ماشي مشكل كيف ما شفتو كنحاولو نقاددوها في حالة هكا يا الى كان عندنا باقي الوقت ارا ما كان حيدوش الساخك اللي كانخلي وهكا نرجعوها تكا تشد مزيان ما كانش عندنا الوقت لكنحاولو نقاددوها في حالة كا يا غابي دينا وبلموس حتى كتقد غناخد دبا واحد تبصيل اللي غادي التبصيل يكون كبير او لصينية كبيرة اللي غادي ندير فيها واحد جوج زليفات في حالكة باش نحط فق منهم دك القاطو ديالي باش ننخوي عليها القلاساج بنسبة الملمع اللي درت بالناباجو بملوين ابيض درت ليه حمام مائي وضربته بلاجي غاف باش يتحي دولي الكويرات بنسبة القلاساج راه هو كانخشيو فيه سبعنا كانخستنحسو به بارد انا راه شوية معا كنت زربانة راه كان باقي شوية سخون بخسر ليه قاعد حلوة شوية من الجنة بقال لك اللي يزربي تسعطل ولكن مش مشكل جات حلوة غزالة قديسها يعني هذه العملية كاختنا شوية نزربو فيها غير ما تخليوش القلاساج سخون يعني راه سهلا راه خدوا وقتكم حاولوا تجربوها بلا مناسبة بلا تشي حاجة باش نهار سكون عندكم شي مناسبة وتبغيروا تصاوبوها ديكم سهلا وهد العملية دي اللي مني كتديرو القلاساج وكتقسوه كاب سباتول ممكن تستغنو عليها لحقاش كي اللي ما يعرفش يقدر يحيد القلاساج ويقس الكريمة يعني ممكن تخويو غير القلاساج وتحركوه في حلاكاية ديك الحلوة في حلاكاية بلا ما تقسوها بسباتول غناخد بها السباتول الطويلة غندير فيها ديك الملمع الأبيض اللي صاوبت بالنطاج وغديندوزوح للحلوة من الفوق باش شاطيني على شكل مرخم رخامي على شكل رخامي صافي غادينا خدها بالحلوة غادي نبقى نميل فيها شوية هكاية مجناب صافي خديت الحلوة ديالتي رجعت هال الكونجيلاتور وخديت واحد الموتيف صاوبت به شوكولة بيضاء وصاوبتها بواحد الموتيف وما باش غطيسنا يا هاد العيب ديالجناب لحقاش درت القلاساج بقي شوي سخون كيف ما شفتوا هاده ودرت لي واحد الملمع درتوا للشوكولة بيضاء صافي وغادي نزوق بها ما كنتش غادي ندير هاد العملية من اللي كنت زربعنا دبراه يوم نهار ديال لاني فاقسي غادي البنتي عاد قريسكا نزوق فيها بهاد الشوكولات هاده ما كنتش غادي نديره في الصراحة ولكن اعطى واحد المنظر غزال اعطى منظر رائع وهادي هي ديكوراسيون ديال غاتو ديالي اتمنى تجربوها كيف مشونا را ما خبيت عليكم تشي حاجة وريت كتال اخطاء اللي كندير كنوريهم لكم لحقاش انا يا ماشي اختصاص ديالي لغاتو او لا انا غير كتعجبني واحد الحاجة كننوض كنصاوبها نهار على غدلي على غدلي حتى وليس تلق سيد ثيف بزاف ديال مسائل الشيش كنقولكم مرة تحاجة مصعيبة غير جربوها وما غديش تندمو شكرا 논 شكرا nuts